بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب الحمد لك والشكر لك ما دامت النعماء لك فاغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك يا مالك من قد ملك يا هادي من قد سلك يا منجيا من أملك يا رب إن الملك لك الحمد لك والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وآله أما بعد معاشر السادة المشاهدين الطريق إلى الله سبحانه وتعالى إما أن يكون من طريق التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بألوان الطاعات وصنوف القربات إلى الله جل جلاله وإما أن يكون عن طريق الاجتباء والاستفاء من الله جل في علاه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يخاطب عباده الذين أسرفوا على أنفسهم فيقول جل في علاه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فالإنسان الذي يسرف على نفسه في المعاصي ويسرف على نفسه في الملذات ويستغرق في الشهوات ويجمعها من حلها وحرامها الله سبحانه وتعالى فتح أمامه الباب حتى يلج إليه سبحانه وتعالى من طريق التوبة ثم يكمل الحق سبحانه وتعالى بيان طريق الوصول إليه فيقول جل في علاه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون نعم الله سبحانه وتعالى يدلنا على طريقه أنه إذا أردنا أن نكون في رحاب الله جل في علاه فإنه يجب علينا أن نقبل على الله سبحانه وتعالى من طريق الإنابة وأن نقبل على الله سبحانه وتعالى من طريق التوبة وأن نقبل على الله سبحانه وتعالى من طريق الإقلاع عن المعاصي والإقلاع عن اقتراف الآثام والشهوات المحرمة لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينبهنا في الحديث القدسي الذي يرويه عن رب العزة جل في علاه يقول الله جل في علاه في هذا الحديث القدسي وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْطَرَطُّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه هكذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العزة جل في علاه ما يقربنا إلى الله وما يجعلنا دائما في رحاب الله جل في علاه أن نقبل على الله سبحانه وتعالى من طريق الطاعة وأن نقبل على الله سبحانه وتعالى من طريق الهداية وأن نقبل على الله سبحانه وتعالى من طريق الإنابة أما طريق الاجتباء والاستفاء فلا دخل للإنسان فيه أبدا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يدلنا على هذا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحى والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب ففي هذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى لنا الطريقين الذين يجعلانا في رحاب الله سبحانه وتعالى طريق الاجتباء والاستفاء وطريق الهداية إلى الطاعة وطريق الهداية إلى الإنابة لله جل فعلا هذا الطريق الذي هو الاجتباء وهذا الطريق الذي هو الاستفاء لا دخل للإنسان فيه أبدا وإنما هي رحمة من رب العالمين يصيب بها من يشاء من عباده نعم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذات يوم دعا الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام بأحب العمرين إليه وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك فكان سيدنا عمر بن الخطاب أحب إلى الله سبحانه وتعالى من أبي جهل عمر بن هشام فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما إن رأى الدم يسيل من أخته حتى رق قلبه وطلب أن يقرأ كلام الله جل في علاه وما لبث أن رق قلبه حتى استمع إلى قول الله جل في علاه طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى فرق قلبه واجتباه الله تعالى واصطفاه في لحظة واحدة لم يفكر قبلها ولم يتردد في دخول الإسلام من عدمه ولكن الاستفاء والاجتباء كان من الله تعالى دون تدخل من البشر هكذا كان الفضيل بن عياض وغيره من التابعين أو وغيره من الصالحين كان الفضيل بن عياض قاطعا للطريق وكان الناس إذا أراد أحدهم أن يمشي من طريق قيل له إياك والفضيل أي خف من السير في هذا الطريق فإن فيه الفضيل حتى صار فيما بعد الفضيل هو أعبد الناس في الحرمين أو هو إمام الحرمين في العبادة كيف كان ذلك أحب فتاة وأراد أن يتسلق السور لرؤيتها فإذا به وهو يتسور الجدار سمع نداء الله جل في علاه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فقال آن يا رب وتاب وأناب إلى الله واجتباه الله واصطفاه هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر